قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الموقف الأردنية في الدفاع عن أشقائنا في قطاع غزة متقدم وثابت فلا يوجد موقف مماثل لما يقوم به الأردن الرسمي والشعبي من دعم للقضية الفلسطينية جاء ذلك خلال ندوة ضمن أمسيات صالون أمانة عمان الثقافي بعنوان مجلس النواب التاسع عشر أربعة أعوام إنجازات وتحديات حيث أكد الصفدي أنه منذ بداية العدوان الغاشم كان جلالة الملك عبد الله الثاني يحذر من مرامي وأهداف ومخططات المحتل في السعي نحو تهجيل أشقاء مثلما كان بإرادة وعزم وثبات يكسر الحصار المفروض على أهل غزة ويطالب بإيصال المساعدات والإغاثات وكان جلالته يشرف على عمليات الإنزال الجوي وكذلك الأمر لسمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمة مجلس النواب التاسع عشر فإن المجلس وبلغة الأرقام أعقد 180 جلسة أقرى خلالها 79 مشروع قانون وقانون معدل ووجه 2517 سؤالا وردت الإجابة على 2270 منها هذا فيما يخص دوره التشريعي والرقابي وأقرى كما تعلمون حزمة قوانين تحديث المنظومة السياسية والتي عبتت الطريق أمام المشاركة وتمثيل أوسع للمرأة والشباب في البرلمانات المقبلة والتي سيكون الأحزاب فيها الحضور الفاعل هدفا ومقصدا للوصول إلى برلمانات برامجية حزبية كما بقي المجلس وعبر لجانه المختصة يسهم في حل مختلف المطالب المجتمعية وبقي على تماس مع كافة القضايا الوطنية وقام بدوره الدبلماسي في المحافل الدولية على النحو الذي يخدم مصالحنا العليا وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية